شهدت الإرادات العامة للدولة ارتفاعا بنحو ثلاثة بالمئة حتى نهاية يناير الماضي مسجلة نحو مليار واربعة ملايين ريال عمني مقارنة بتسجيل تسعمية واثنين وثمانين مليون ريال بذات الفترة من العام الفين وثلاثة وعشرين ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الإرادات الجارية بنسبة مية واثنين وثلاثين بالمئة كما سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يناير الفين واربعة وعشرين فائضا ماليا بلغ نحو خمسة وثمانين مليون ريال عمني مقارنة بتسجيل فائض بلغ مية وخمسة واربعين مليون ريال في ذات الفترة من العام الماضي وبلغ الانفاق العام حتى نهاية يناير الماضي نحو تسعمية وتسعة وعشرين مليون ريال عمني مرتفعا بمقدار اثنين وتسعين مليون ريال بنسبة أحد عشر بالمئة عن الانفاق الفعلي للفترة ذاتها من العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات الاعتمانية